لا يختلف اثنان في الاسلام على تحريم المثلية الجنسية حتى ان بعض الدول العربية والاسلامية تجرم المثليين وتعاقبهم في الولايات المتحدة الامريكية الامام داعي عبدالله يرى غير ذلك هو يجاهر بمثليته ويقدم رؤية خاصة حول الاسلام والمثلية تستند الى القرآن نفسه كما يقول لطالما كنت ناشطا في مجال الدفاع عن حقوق المثليين وعندما تحولت الى الاسلام التقيت بالعديد من المثليين المسلمين ما ساعدني على تقديم دراسة حول التأويل الايجابي للمثلية في القرآن وما توصلت اليه هو ان اللقطة في التأويل اذ ان مفسري القرآن يضعون تفسيراتهم الخاصة والقرآن لا يتحدث مباشرة عن المثليين وانما يشير الى قصة لوت واللقطة هو حول استخدام تفسير اللواط كاسلوب تعديب وليس كعلاقة حب عبدالله ذهب ابعد من ذلك في تأويله اذ يقوم بتزويج المثليين المسلمين وفق الشريعة الاسلامية حاولنا الالتقاء ببعض هؤلاء دون جدوى فهم لا يجرؤون حتى الان على الظهور امام الكاميرا لاسباب تبدو بمجملها اجتماعية ودينية مراسم الزفاف هي نفسها في الزواج العادي الاختلاف الوحيد هو باستبدال الجنس كأن تشير الى العروس بهوى مثلا والعكس صحيح هم اشخاص متدينون ويردون ان يتزوجوا وفق دينهم لذا يلجأون الي 99.44 100%